يقدمون مبادرة ويرحبون بها ثم يذهبون بشكل منفرد لتنفيذها وربما يتجهون وحدهم لإنهائها حيث رحبت ميليشيا الحوثي بمبادرة قدمها القيادي محمد عيل حوثي الذي دعا فيها جماعة لإيقاف عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وتنص المبادرة الحوثية على تمديد المهلة التي تنتهي في منتصف أغصص الجاري في حال ما قام التحالف العربي بخطوة مماثلة يؤكد الحوثيون أن مبادرتهم للتهدية تاتي استجابة لدعم قناعة المجتمع الدولي بأن الحل للأزمة السياسي إلا أن خصومهم يرون في تلك المبادرة محاولة لامتصاص الاعتراضات الدولية على تهديدات الحوث للبحر الأحمر بالإضافة إلى تفويت الفرصة على التحالف العربي الذي قد يتخذ من الاعتداء على ناقلتي النفط السعوديتين فرصة لانتزاع موافقة دولية لاقتحام الحديدة والسيطرة على مينائها إطلاق الحوثي لمبادرة تهدية بعد يوم من اجتماع دبلوماسي لسفراء الدول الثمانية عشرة المعنية باليمن بوزير الخارجية خالد اليماني وقبل يومين من اجتماع مقرر لمجلس الأمن غدا الخميس جعل مراقبين يرون أن الحوثي كعادته يستخدم المبادرات في إطار المناورات السياسية فقد سبق أن قدم هدنة مع السعودية في يوليو 2017 ومبادرة أخرى في فبرائر الماضي قبيل اجتماع لمجلس الأمن لم يتفاعل المجتمع الدولي مع كل المبادرات الحوثية لكن إلى أي مدى يمكن أن تتعاطى الجهات الفاعلة إقليميا ودوليا مع مبادرته الأخيرة للتهدية